اشتركوا في القناة من قناة منارة الريف المصري هنسرت فيها ان شاء الله ما هو متداول في الاسواق المصرية الان ومتداول على منصات التواصل فيما يخص الانتاج الحيواني والارباح الخيالية اللي بتحقها عجول الانجس والهيرفورد وما يتم تصديره للناس من اجل ترويج هذه العجول لدى المربيين ولكن في البداية فضلا وليس امرا ادعمنا بلايك على الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس واشترك في القناة لو انت لسه بتتبعنا الاول مرة وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول ان شاء الله في البداية كده لو انت عايز تربي عجل انجس وانفكر انك هتكسب من اربع لخمس تلاف جنيه في العجل خلال شهرين زي ما الناس بتقول تعالى نحسبها الاول وبعدين لك الخيار والقرار في البداية كده الربحية تكاد تكون مضمونة في الاوزان الصغيرة اللي هي اصلا تكاد تكون غير موجودة في العروض اللي بيروج لها في السوق الالتروني سواء على الفيسبوك او اليوتيوب من حيث ان الاوزان المعروضة كلها بتتراوح من 380 ل400 كيلو للعجل قائم وده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة علشان نعرف اذا كان العجل 400 كيلو ده لما اعادوا عند شهرين هيكسب معايا الارقام اللي نتكلم فيها ولا لا تخليك معنا وتابع علشان تعرف الحقيقة فين انا اتكلمت في موضوع ده النهاردة لاني لقيت الحاجات ده هي الرائجة خلال الاسبوع الماضي فهنتكلم عنها ان شاء الله علشان نعرف اذا كانت الاوزان دي هتكسب المبلغ دي ولا لا في البداية كده جماعة معلومة على الطاير في عندنا اربع عيوب لو لقيتهم في عجل الانجس او لقيت واحدة منهم في عجل الانجس ما تشترهوش الحاجة الاولانية اللي هي صعوبة حركة المفاصل لو لقيت المفاصل بتاعت العجل بتاعك او العجل اللي هتشتريه بتحرك بصعوبة او طريقة فرد ولم الرجل بتاعته بصعوبة ما تشترهوش الحاجة التانية تضخم الرأس اللي هو عدم التناسق بين الرأس والجسم لو لقيت العجل راسه كبيرة برضه ما تشترهوش ده بيكون برضه من ضمن العيوب الحاجة التالتة القزامة او العجل القزم ده العجل اللي بيكون جسم صغير او قصير زيادة عن اللازم ويه اصبت رجله قصيرة ما تشترهوش الحاجة الرابعة صعوبة حركة الوركان لو الوركان ما بيشتغلوش مع بعض القوائم الخلفية ما بتشتغلش بشكل منتظم وفيه خطأ في مشهة العجل بالنسبة للقوائم الخلفية ده بيكون عب برضه ما تشترهوش عشانه بالنسبة لعجول الانجس تعالوا مع بعض كده نتكلم عن احد العروض اللي تم عرضها واللي ممكن لاغلبية منكم شافها ان لو شفنا العجول كانت معروضة في احد الفيديوهات وقالك ان السؤال ان هو تحويل العجل قد ايه طبعا كان الرد ان العجل بيحول تقريبا اتنين كيلو في اليوم طيب العجل بيأكل كم كيلو علف في اليوم وكان النسبة ان كيلو ونص علف لكل خمسين كيلو قائم يعني العجل بيأكل على كل ميت كيلو من وزنه تلاتة كيلو علف مركز طيب العجول دي كانت اوزانها بتتراوح مثلا من تلتمية وتمانين لربعمائة كيلو والسعر الكيلو قائم في العجل تسعة وستين جنيه طب تعالى بقى معايا نحسبها بالراحة علشان نعرف العجل الربعمائة كيلو ده هيكل بقد ايه وهو تمن ويطلع علي اصلا قد ايه علشان نعرف اذا كان العجل ده هيكسب معايا ولا لا ونسبة الكلام اللي احنا بنقوله لحضراتكم طبعا لو تكلمنا ان العجل ربعمائة كيلو قائم سعر الكيلو تسعة وستين جنيه هنلاقي ان سعر العجل ده قدامي يعني انا هشتريه بسبعة وعشرين الف وستمائة جنيه لو الكيلو تسعة وستين جنيه وهو ربعمائة كيلو هشتريه بسبعة وعشرين الف وستمائة جنيه لو جينا نتكلم عن مصروف الاكل بتاعه في اول شهر هنلاقي ان اول شهر ده طبعا انت هتعلفه اثناشر كيلو لو هنيح northim Tacy bekommen frame Con metatate هياخد اثناشر كيلو علاف مركز سعو لكيلو 7 جنيه لو هتشتري كمية هيكون سعر الكيلو واقف عليك بسبعة جنيه طيب اتناشر كيلو علف في سبعة جنيه هيديني اربعة وتمانين جنيه علف مركز في اليوم طيب في التلاتين يوم هيبقى الفين خمسمية وعشرين جنيه يعني هيكلفني في الشهر الاولاني علف مركز بس بلفين خمسمية وعشرين جنيه طيب بالنسبة لتاني شهر ما انا هخلي الدورة شهرين عندي بالنسبة لتاني شهر هنلاقي ان العجل هيأكل تلاتاشر كيلو ونص في اليوم تلاتاشر كيلو ونص في اليوم علف مركز طيب التلاتاشر كيلو ونص دول في سبعة جنيه للكيلو يعني اربعة وتسعين جنيه علف مركز في اليوم في تلاتين يوم برضو اللي هو الشهر التاني هيطلع معي الفين تمنمية خمسة وتلاتين جنيه تمام كده احنا مع بعض كده ماشيين تمام طيب ده بالنسبة للعلف المركز خلينا نقول ان العجل مش هياخد تحصينات مش هياخد اي عاجي انا هيجي معي جاهز هأكل وطلع لحم او العجل ده هيأكل بخمستاشر جنيه سلاه جوتيبني وخلافه في اليوم الخمستاشر جنيه دول ضرب ستين يوم اللي هم الشهرين هيطلع معي المبلغ تسعمية جنيه يبقى التوتل كامل العلف مركز مع سلاه جوتيب هيطلع ستلاف متين خمسة وخمسين جنيه في الشهرين دول اكل هنجمع عليهم تمام العجل اللي انا اشتريته بيه اللي هو سبعة وعشرين الف وستمائة جنيه هنلاقي ان تمام العجل مع الاكل اللي انا صرفته عليه في الشهرين هيطلع تلاتة وتلاتين الف تمنمية خمسة وخمسين جنيه ممكن تنمسك وراء وقلم وتحسبها معايا وكمان هسيب لكم الحزبة موجودة يعني الارقام هنحطها على الشاشة عشان تكون واضحة للجميع ان شاء الله يبقى سعر العجل زايد الاكل بتاعه هيطلع تلاتة وتلاتين الف تمنمية خمسة وخمسين جنيه طيب العجل ده انا اشتريته ربعمية كيلو هو بيقول لي انت هتشتريه ربعمية كيلو انت هتوكله في اليوم بخمسة وتمانين جنيه في ستين يوم هو هيفضل ستين يوم يقل بخمسة وتمانين جنيه مستحيل العجل وزنه بيزيد فانا هزود علف عشان النسبة والتناسب تمام وكمان العجل بيكون وصل لمرحلة انه خلاص ارى بيقفل فالتحويل بتاعه ما بيكونش عالي يعني العجل مش هوصله لتمنمية وخمسين كيلو العجل انا اخرى يبيعه على خمسمية بعد كده يخصر معايا يعني على الخمسمية يدوب يلم نفسه لو اشتريته ربعمية كيلو وبيعته على خمسمية او خمسمية وعشرين يدوب العجل يلم نفسه فكده يخصر وهنعرف دلوقتي ازاي طبعا العجل اشتريته انا ربعمية كيلو هيحول اتنين كيلو كل يوم على كلامهم طيب الاتنين كيلو دول في ستين يوم هيطلع معايا مية وعشرين كيلو طبعا انا اشتريت العجل ربعمية كيلو تمام زود عيوم المية وعشرين كيلو زي ما اشتريته لا طبعا هتبيع العجل ده الكيلو قائم فيه بخمسة وستين جنيه اللي بعد ما يقعد شهرين عندك وتأكل وتشرب لما تيجي تبيع هتبيع قائم بخمسة وستين جنيه الكيلو والله هيقول له غير كده اقول له يا عمي انا هاخد العجل وهأكله الشهرين وتعال اشتريه مني بعض شهرين على الميزان الكيلو قائم به تسعة وستين جنيه زي ما اشتريته منا مفيش حد هردف كده هيقول لك لا العجل ده طبعا كل موازنه زاد وعمره زاد سعر الكيلو قائم بينزل طيب الكيلو هيكون بخمسة وستين جنيه خلينا نحسبها كده خمسمية وعشرين كيلو قائم في خمسة وستين جنيه هيطلع تلاتة وتلاتين الف وتمنمية جنيه فين المكسب يعني انا سعر العجل مع اكله تلاتة وتلاتين الف وتمنمية خمسة وخمسين وسعر العجل لما جا بيعه تلاتة وتلاتين الف وتمنمية يبقى انا خسران كده خمسة وخمسين جنيه فوق تعابي اكل وشوربي وكل المصاريف اللي انا صرفتها عليه هطلع خسران خمسة وخمسين جنيه على الحزبة دي فما تسمعش كلام الناس اللي بيقول لك اشتري عجل وزن تقيل واقعدوا شهر وشهرين دورة سريعة وهتكسب اربع تلاف خمسة وفيش الكلام ده الكلام ده مش موجود فايجي هو بقى عايز يقنعك يقنعك ازاي يقول لك ايه العجل ده هيأكل بخمسة وتمانين جنيه علف في اليوم هيحول اتنين كيلو بمية واربعين جنيه يبقى انت مرباحك ستين جنيه في اليوم في الستين يوم بثلاث تلاف وستمائة جنيه يبقى انت مرباحك في العجل الواحد ثلاث تلاف وستمائة جنيه تفضل انت تحسبها هشتري عشر عجول مكسب العجل ثلاث تلاف وستمائة جنيه في عشر عجول مش عارف ايه تيجي انت تاخد العجول وتعد الدورة وتيجي تحسبها تلاقي نفسك مش كسبان ولا حاجة عارفت النقطة دي بتيجي ازاي ان انت لما بتشتري العجل بتسعة وستين جنيه انت شاري ربعمية كيلو من وزن العجل بتسعة وستين جنيه للكيلو وهيزيد عندك مية كيلو او مية وعشرين كيلو وهتيجي تبيعهم كامل على بعض بخمسة وستين جنيه يعني الربعمية كيلو دول اللي انت اشتريتهم كل كيلو هيخسر معاك من اربعة لخمسة جنيه بعد الشهرين دول يعني انت تخيل ان انت شاري ربعمية كيلو ربعمية كل كيلو هيخسر من ثلاثة لاربعة جنيه او من اربعة لخمسة جنيه على حسب السوق هيكون ماشي ازاي فبرضو مبلغ كبير ده كان كل حاجة اعيز اوضحها لكم في خصوص المنطقة دي بالذات عشان الفيديوهات اللي انا شفتها والعروض اللي انا شفتها وتصدير معلومات خطيئة للناس علشان يرويجوا بمعلومات غلط لسلعة معينة علشان اكون خلصت ضميري قدام ربنا وكلمتكم بكل امانة وشفافية عن الموضوع ده عشان في ناس كتير اتوصلت معي وبتسألني عن موضوع عجول الانجس والهيرفورد ويهي الاوزان طبعا انا الناس نصحتها ان لو في اوزان صغيرة اشتري اوزان صغيرة العجل وزن كبير ما تشتريش العجل الانجس والهيرفورد ما تشتريش اوزان كبيرة يعني العجل لحد 200 كيلو اشتريه 220 كيلو اشتريه فوق كده لا يعني اكتر من 220 هيبدأ الموضوع هيعمل مشكلة معك انما لما تشتريه على 200 او 220 واتطلعه على 500 كيلو هتحس بالربح اللي فيه انما تشتري عجل وزن كبير بالاسعار اللي احنا سمعينها ده وتيجي تبيع بعد شهر او شهرين بسعر تاني هيكون الموضوع اه فيه رسك شوية وممكن ما يلمش المصاريف اللي اتصرفت عليها في النهاية باشكركم على الحسن المتابعة واتمنى تكون فيه معلومة استفدتم منها في حلقة النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته